صراط الذين أنعلت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين ذلك الكتاب لا غيب فيه هدى للمتقين الذين يمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يمنون بما أنزل إليك وما أنزل من خبلك وبالآخرتهم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنظرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض خالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أن أؤمنوا كما آمن الصفهاء ألا إنهم هم الصفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طويانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما رجع تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوخد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره وتركهم في الظلمات لا يغسرون سم بكم عمي فهم لا يبعون أو كصيب من السماء فيه الظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله الحيض بالكافرين يكاد المرح يحطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليه خانوا ولو شاء الله لذهب بسمعه وأبصيره إن الله على كل شيء خبير يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقوا والذين منهم خبلكم لعلكم تنتقون الذي جعل لكم لغرحون ألا إن نفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قل لهم آمنوا كما آمن الناس قادرون ألون كما آمن الصفهاء ألا إنهم هم صفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معهم إنما نحن مستهزدون الله يستهزد بهم ويمكن في طويان في عبهون أولئك الذين شكروا الضلالة بالهليفة ما رأينا وما كان مهتدين مسألهم كمسألهم يستوقظنا بسم الله أما أضاءتنا حوله ذهم الله وكثرتهم في ظلمات لا يعصرون سنفتهم لأمين فهم لا يرئبون أو كصيب من السماء فيه الظلمات ورعدوا برق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرخ يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم خاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصيرهم إن الله على كل شيء خدير يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من خبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وأنزل من السماء ماءا فأخرج به من السمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صارقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدا للكافرين وبشر الذين آمنوا وعمل الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها لنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوبه متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون اللهم أكبر سميع الله لمن حميده اللهم أكبر اللهم أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفون بالله وكنتم أمواتا فأحيكم ثم يميتكم ثم يهيكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فصوهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونخدِّس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء أنبئوني بأسماء هؤلاء كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم قل لكم إني أعلم غيب الصماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة تسبروا لآدم فسجدوا إلا إبلي سابع واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكنا أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شكتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فأغرجهما مما كان فيه وقلنا هبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستخر ومتاع لاحين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو الطواب الرحيم قلنا هبطوا منها جميعا فإما ياتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النير هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلتم صدخا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشلوا بآيات ثمنهم خليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الواكعين الله الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولقاهم الله الله أكبر الله الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تدلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجسي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسهونكم سوء العذاب يثبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتموا العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذا تينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لخومه يا خوم إنكم ظلمتموا عنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا عنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ خلتم يا موسى لن نومن لك حتى نروا الله جهرة فأغذتكم الصائحة وأنتم تنظرون وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتموا العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذا أتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لخومه يا خوم إنكم ظلمتموا عنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا عنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نومن لك حتى نرى الله جهرة فأغذتكم الصاهقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلو يكلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا عنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه الخرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وسنسيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي خيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ونقاهم الله أكبر الله أكبر أعوص بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذ استسقى موسى لحومه فقلنا ضرب بعصاك الحجر فانفجر منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أنا ثم اشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعطوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبط الأرض من بقلها وقفائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الدلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذا خسنا ميثاخكم ولفعنا فوقكم الطور غضوا ما آثيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتموا الذين اعتروا منكم في السبت فقلنا لهم وقلنا لهم كونوا خردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لخومه إن الله يأمركم أن تطبحوا بخرة خالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بخرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تمرون قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بخرة صفراء فاقع لونها تصر الناظرين قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بخرة لا ذلون تثير الأرض ولا تسقي الحرثة مسلمة لا شيئة فيها قالوا لا نجئت بالحق فطبعوها وما كانوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا ضربوه ببعضها فذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعاخلون ثم خسد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو شد خصوى وإن من الحجارة لما يتفجر منه لنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يحبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله ثم يحرِّفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون الله الله أكبر سمع الله لمن حمده رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدِ الله الله أكبر الله الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا لقوا الذين آمنوا خالوا آمناه وإذا خلا بعضهم إلى بعض خالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعخلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويلوا للذين يكتبون الكتاب بعيدهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويلوا لهم مما كتبت أيديهم وويلوا لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل التختم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب النير هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذا خسنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربية واليتامية والمساكين وقولوا للناس حصنا وأقيموا الصلاة وأهاتوا الزكاة ثم توليتموا إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذا خسنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون عنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون عنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاسم والعدوان وإن ياتوكم أسالي تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عن ما يعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولخداتينا موسى الكتاب وخفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروه القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوي عنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا غلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من خبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بيسمى اشتروا به عنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغينا ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا خيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمنوا بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبئاء الله من خبل إن كنتم مؤمنين الله أكبر سمع الله لمن حمده رَبَّنَا وَرَكَ هَمْ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ النَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذا خسنا ميثاخكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بيس ما يامركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت يديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزه من العذاب أن يعمر والله بسير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائل فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا أحدا نبته فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبث فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمانة وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس الصحر وما أنسل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتريه ما له في الآخرة من خلاق ولبيث ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتخوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب نليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم الله أكبر سمع الله لمن حمد ربنا ورقاهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوميين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضلين ما ننصخ من آية أنسها نات بخير منها أو مثلها ألم تعلمن الله على كل شيء خدير ألم تعلمن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من خبر ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يربونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فعفوا واصففوا حتى ياتي الله بأمره إن الله على كل شيء خدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تخدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً ونصاراً تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم أوجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصاري على شيء وهم يرنون الكتاب فذلك قال الذين لا يعلمون مثل خولهم فالله يحكم بينهم يوم الخيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعي في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فسمى وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولداً سبحانه إذا خضي أمراً فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تاتينا آية كذلك قال الذين من خبلهم مثل خولهم تشابهت قلوبهم قد بيّن الآيات لخوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرًا ونذيرًا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضي عنك اليهود ولا النصاري حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتناهم الكتاب يطلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئًا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون الله أكبر سميع الله لمن حمده ربنا ونقاهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أهدي الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وعمنا واتخذوا من مخام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدنا منا وارزق أهله من الصمرات منامن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه خليلا ثم أضطره إلى عذاب النير وبيس المصير وإذ يرفع إبراهيم الخواعد من البيت وإسماعيل ربنا تخبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه ولقد استفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وعوصي بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله استفي لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد دخلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودن ونصال تهتدوا خلب الملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصبات وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيؤون وما أوتي النبيؤون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مغلصون أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط كانوا هودن ونساله قلانتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون الله الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولكم حمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سيقول الصفهاء من الناس ما وليهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهداء وما جعلنا الخبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينخلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هد الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نري تخلُّب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلةً ترضيها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافلٍ عما يعملون ولئن تيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع وما أنت بتابع خبلتهم وما بعضهم بتابع خبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريخاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل من وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا ياتبكم الله جميعا إن الله على كل شيءٍ خبير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافلٍ عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لأن لا يكون للناس عليكم حجةٌ إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم وخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم يرلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيءٍ من الخوف والجوع ونقصٍ من الأموال والأنفث والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلواتٌ من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الله أكبر الله أكبر صمع الله لمن حمده رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدِ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المعضوب عليهم ولا الضلين إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حجَّ البيت أبع وتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوَّه خيرا فإن الله شاكرٌ عليم إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيَّناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيَّنوا فأولئك أتوب عليهم وعن التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم قفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالئين فيها لا يُخفَّف عنهم العذاب ولا هم يُنصَرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهير والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء مما إن فأحيي به الأرض بعد موتها وبسَّ فيها من كل دابة وتصريف الرياح والصهاب المساخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتغذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو طرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتخطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لون لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حصرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا خيل لهم اتبعوا ما أنزل الله خالوا بل نتبع ما ألفين عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتموا إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدمى ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باقم ولا عاد فلا إسم عليه إن الله خفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشهرون به سمنا خليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب نليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ونقاهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك لعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء نحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر النفعة الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد افلح من تزكى وذكر أصم ربه فصلى بل توسرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبخى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الله أكبر صمع الله لمن حمده ربنا ولدى لهم الله أكبر 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 السلام عليكم الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤن أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق ندى وقب ومن شر النفاثات في المقد ومن شر حاسد ندى حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر سميع الله لمن حميده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم